ينضم معنا عبر سكايب من باريس الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي أستاذ أمير مرحبا بك نتنياهو أقرى باستهداف مواقع تمثل مصالح لإيران في كل من العراق وسوريا والحكومة في العراق تقول إنها سوف تشتقي للأمم المتحدة كيف تقرأ هذه التطورات؟ مساء الخير تحياتي لكم ولمشاهدين قناة الرافدين أهلا بك ما يقال من قبل الحكومة العراقية وعلى لسان السيد رئيس الوزراء هو ليس إلا كذر الرماد في العيون الحكومة العراقية وكما تفضلتم فيما تكلمتم قبل خليل الحكومة العراقية ليست ضعيفة ولكن هي ناقصة السيادة هناك فرق بين ضعف الحكومة وعدم وجود سيادة لهذه الحكومة الحكومة العراقية ليست إلا عبارة عن تجمع من قبل أناس يدينون قسم منهم إلى أمريكا والقسم الثاني إلى إيران المشكلة والسؤال الذي يضرح نفسه كيف تريد من هذه الحكومة الآن التي تدين في نفس الوقت إلى أمريكا وإيران أن تجابه مشكلة عويصة وكبيرة في العالم وهي الصراع الأمريكي الإيراني الذي سوف يأتي لا محالة إذن هذه الحكومة هي ليست حكومة ذا سيادة ولا تستطيع أن تفعل شيئا لأنها خارج الموضوع دائما تطرح الميليشيات التابعة لإيران ما تقول إنه مقاومة إذن لماذا التغرب من الرد على هذه الهجمات الصهيونية؟ يجب أن نأخذ المشكلة العراقية انطلاقا من المشكلة الموجودة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني في طهران المشكلة أن إيران تستعمل وكما يعرف الكثيرون تستعمل أدرعها في العراق في لبنان في اليمن لمجابهة التهديد الأمريكي الذي صمم أن يقطع بسياستها الاستعمارية وسياستها الفوضوية في الشرق الأوسط وخصوصا حصولها على السلاح النووي الإيرانيون وكما نراه الآن يريدون أن يجابه الولايات المتحدة الأمريكية بواصلة وكما نقول بأولاد الخائبة في العراق لطالة المدة لأن إيران وكما نعرف جميعا تريد أن تخرج بهذه المشكلة بدون أي ضرر هي تريد أن تدفع المشكلة إلى الانتخابات الأمريكية القادمة ولأنها تعول على استبدال الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات القادمة إذن ما تعمله كمثال في العراق هو لطالة الوقت لإستعمال هذه الميليشيات ذكرت أن الحكومة هي ناقصة السيادة وأن حديث رئيس الوزراء هو لذر الرماد في العيون ولكن هناك الكثير من المصادر تقول بأن الحكومة تسعى لأن توفق أو تقف على الحياد ما يخص الصراع الأمريكي الإيراني في الوقت ذاته لافتات في شوارع بغداد كتب عليها الموت لأمريكا هناك من يقول أن الحكومة عاجزة فعلا عن ضبط الموالين لإيران ما جدوى الحديث الحكومي إذن عن حيادية العراق في التوتر الأمريكي الإيراني هذه النقطة هل لا وضحتها لنا ليس هناك حيادية من قبل النظام العراقي النظام العراقي أسس على مخاصصة طائفية جاءت بالمعادي لأمريكا وجاءت بصديق أمريكا إذن كمثال من هذا الانتاج الذي عمل في العراق كيف تستطيع أن تجد سياسة لحكومة أو لظام عراقي يستطيع أن يضبط الوضع في العراق إذا كان الولاء نصفه لإيران ونصفه إلى أمريكا كيف تستطيع أن تعمل على أخراج يعني واجهة عراقية تستطيع أن تعمل بشفافية إذا كانت أغلبية النخبة العراقية التي جاءت بها أمريكا وإيران ليس لها القابلية وليس لها الخبرة في السياسة الدولية خصوصا وأن الصراع الأمريكي الإيراني هو صراع من طراز متقدم والعراقيون الذين جاءوا في السلطة هم ليس سوى أناس جاءوا بناء على ذلك أستاذ أمير المفرجي من جلة فورين بوليسي أكدت أن العراق أصبح ساحة حرب للأجانب بعد الضربات الجوية ضد ميليشيا الحشد وفقا لما ذكرته هل نفهم من ذلك أن العراق فعلا أصبح ساحة صراع أولى في المنطقة؟ شيء ربيعي إيران تعتبر العراق كحديقة خلفية لما حدث وإيران بنت ترسالتها السياسية والعسكرية منذ 2003 لحد الآن العراق عندما أسقطه الأعداء ولم يأتي الأشقاء بعمل شيء استطاعت إيران عن طريق العباء الطائفية الدينية المذهبية للتغلغل في داخل الجسم العراقي والذي مع الأسف أمريكا وكما دعود بكم إلى القرون الوسطى استطاعت إيران من قبل العباء الدينية التي أرجعت العراق إلى الحروب الدينية إلى الطائفية بين الشيعة وسنة مع العلم أنه العراقيين كانوا قد خرجوا من هذه المشكلة قبل 2003 هذا الصراع إيران دخلت من هذا الباب كيف سيؤثر ذلك كله على المشهد العام في العراق؟ لا شك أن المشكلة العراقية ستبقى إلى مدة نستطيع أن نقول بها بانتهاء الصراع الإيراني الأمريكي لأن الحكومة العراقية لن تستطيع وعندما أقول الحكومة العراقية النظام العراقي والعملية السياسية لا تستطيع أن تضمد في ظل صراع كبير بين القوى العظمى في العالم يجب أن نعلم بأن العراق منذ 2003 دخل في عالم متعدد الأقطاب هناك حروب دولية وصراع على ثروات العراق من قبل ولاية المتحدة وأوروبا في نفس الوقت هناك عدم اتفاق على مستقبل العراق من قبل الأوروبيين كفرنسا وألمانيا مع الولايات المتحدة وهذا ما نراه في مؤتمر G7 أستاذ عبد الأمير أستاذ أمير مفرجي هناك سؤال لربما يدور في خلد المشاهدين نواب أكدوا أن حكومة عبد المهدي تعلم بالخطة الأمريكية لحل ميليشيا الحجد فيما لو استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة كيف سيكون موقف الحكومة حكومة عبد المهدي أنا في نظره وكما قلت سابقا أن حكومة السيد عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال وقد جاءت لمدة معينة أريد منه أن يكون في هذا الوقت نظرا لعلاقاته الطائفية بالوضع العراقي الجديد وعلاقته مع إيران وكذلك علاقته بأوروبا والغرب بصورة عامة نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي كنت معنا عبر سكايب من باريس